لم يفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لتكرار خطابه العدائي ضد الإسلام والمسلمين في أمريكا في استحضاره إدانة ما حدث بمدينة نيسا الفرنسية كان قد عززها الخطاب العنصري للرئيس الفرنسي ضد المسلمين بايدن يريد فتح البوابات إلى الإسلاميين المتطرفين وهذا ما حدث في فرنسا ويريد بايدن حدثه في أمريكا تحت إدارة بايدن سيأتي هؤلاء إلى مدينتنا أما تحت قيادتي فنحن نحافظ على الإرهاب والمجرمين العنيفين خارج بلدنا في مقابل ذلك كان المرشح الديمقراطي يستغل خطاب منافسه الجمهوري لتودد إلى المسلمين لضمان تصويتهم له في انتخابات متقاربة خاصة في بعض الولايات المتأرجحة التي يمكن فيها للصوت الإسلامي أن يؤدي دورا هاما في حسم نتائجها مع هذه التجاذبات يعود للواجهة سؤال مهم لمن تذهب أصوات المسلمين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق بعد أيام قليلة وفقا للتقديرات فإن حوالي ثلاثة مليون فاصل خمسة وأربعين يقيمون في الولايات المتحدة ورغم أن النسبة قد تبدو صغيرة لكن التوقعات أن يتجاوز عدد المسلمين تعداد اليهود بحلول عام الفين وأربعين ليصبح ثاني أكبر كتلة دينية في الولايات المتحدة بعد المسيحيين ورغم تلك النسبة التي تشكل بيضة القبان فإن مسلمي أمريكا دائما ما يشعرون بالشتات ما بين الخطاب المعادل المسلمين ورهاب الأجانب الذي يتفش في إدارة ترامب وبين تصور مفاده أن الديمقراطيين يقوضون الأخلاقيات العامة في القضايا الاجتماعية ولطالما خذلوا المسلمين في الولايات المتحدة وغيرها لكن المشكلة الأساسية كما يرى مراقبون أن المسلمين لا يميلون بالفعل إلى أحد الطرفين بعد خيبات الأمل والهجمات العدائية ضدهم بعد أحداث الحد عشر من أيلول بقدر ما يبحثون عن أي شخص يستمع إليهم لإنهاء مظاهر الإسلاموفوبيا التي تنتشر ضدهم والغرض الواضح الوحيد في سياسي أمريكا وحتى أوروبا هو الفوز بالانتخابات لا أكثر في عالم لا يبحث عن التسامح بل هي لغة المصالح ما يتحدث ترجمة نانسي قنقر